قصة الفساد في العراق يطول سردها لكثرة فصولها وتشعب تفاصيلها فساد يبدو من أعلى مستويات الدولة انتهاء بأصغر تفصيلة إدارية في المؤسسات الحكومية ورغم الدعوات التي أطلقتها الحكومات السابقة عن محاربة الفساد لكنها ظلت دعوات للاستهلاك الإعلامي ويبدو أن الحكومة الجديدة ممثلة برئيسها عادل عبد المهدي تسير على هذا المنوال باعترافها بحجم الفساد المتفشي في العراق وكلام عن محاولة استعادة عشرات مليارات الدولارات عبر فتح أكثر من 13 ألف ملف فساد وأوامر بملاحقة المتورطين بها هيئة نزهة كانت قد أقرت بأن العراق فقد بسبب الفساد الحكومي قرابة 320 مليار دولار في السنوات الخمس عشرة الأخيرة مشيرة إلى أنها تسلمت منذ إنشائها قبل عدة عوام آلاف القضايا المتعلقة بالفساد بلغت في الربع الأول من هذا العام فقط 9832 حسم منها 4443 قضية في ذات السياق كشف رئيس هيئة النزاه الأسبق حسن الياسري عن إجراء تحقيقات مع 48 وزيراً خلال ثلاثة عوام بتهم تتعلق بقضايا الفساد لافتاً إلى أن المحالين منهم إلى القضاء لم يتخذ ضدهم أي إجراء لعدم اقتناع القضاء بأدلة الإدانة وحقيقة أن النفوذ السياسي منع القضاء من الاقتناع كما فرض عليه تبريئة من أدين سابقاً كما حصل مؤخراً مع وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني الياسر الذي استقال بداية العام الحالي اعترف بضعف البنية القانونية الخاصة بجرائم الفساد عازياً ذلك إلى عجز الهرم التشريعي الذي لا يسعه إصدار مثل تلك القوانين وعلى الرغم من أن العراق هو ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدر للنفط أوبك ويتلقى عشرات مليارات دولارات سنوياً من بيع الخام إلا أن الحكومات المتعاقبة في العراق لطالما تذرعت في عجزها عن توفير الخدمات الأساسية للسكان بعدم توفير الأموال اللازمة ارتباط الفساد بالعراق بالسلطة السياسية جعله محل اهتمام المؤسسات الدولية قبل المحلية والإقليمية فقد تصدر العراق لسنوات طويلة قوائم مؤشر الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية بينما ظلت شعارات مكافحة الفساد حبيسة التصريحات الصحفية والشعارات الانتخابية اشتركوا في القناة